من جديد نعيكم في جزء الثالث والأخير من برنامج حكيبانون العادية الآن سيكون مغضبت مع ضيف هذا العدد حسن بن أمار طبعا كان ضيف شرف والعودة لنسترجيا نهاية 87 نهاية كأسة الجمهورية هذا من جهة والعادية ومع سيد نوردين زكري حول مشواري التدريبي في البطولة السعودية التي أضحت قبلة النجوم نجوم العالم في دل الأموال التي تصرف على نجوم العالم من أجل التسويق للكرة السعودية وللبطولة السعودية وللسعودية في حد ذاتها من أجل احتضان منذ 2030 كل هذا طبعا سننقشه طبعا مع ضيوف هذا العدد ولكن قبل هذا يا والد يامر جاوي لو تعطيني صورة زيارة المنتخب الوطني بقيادة جمل بالماضي لمرضى التوحد طبعا بالرقي في لافيتة جميلة في لافيتة رائعة في لافيتة تحسب على الناخب وتحسب على اللائبين وتحسب أيضا على الاتحادية هذه السؤال التي لا نشاهدها كثيرا في البطولة الوطنية عادة لونطون توفاق ستيف وعدة منودية الجزائر مؤخرا بربكم هل هناك عنديالها مؤسسات خيرية تساهم في التكفل وفي التضامن وفي التأذر عن أساطير كرة القدم الجزائرية تحدث هل لنا أسطورة جزائرية لها جمعية خيرية تتكفل باليتامة تتكفل بالمسنين تتكفل أيضا بأمراض التوحد تتكفل بأمراض السرطان هل لم نكن لجوم أيضا ينشطون في جمعيات خيرية سواء كانت جزائرية أو حتى خارجية بربكم هل لنا اليوم أندي تتكفل بأذي الأمور الإنسانية والتضامنية الغائبة عن نجوم كرة القدم الجزائرية وعن أساطير كرة القدم الجزائرية الأساطير في الجزائر أو لقرونجور في الجزائر لهم مبدأ واحد وشعار واحد غير آراء أعطيني قطعة أرضية أعطيني سيارة أعطيني إشهار أعطيني سكن وسكنات وأعطيني وأعطيني مجلس ستقدمون أنتم للجزائر التي قدمت لكم الكثير لتبقى صورة جمال بالماضي قولوا عنه ما شئتم ولكن هذا الصور تبقى صور رائعة لهذا الناخب الذي نؤكد للمرة الألف تأذره وتوضعه مع أبناء جلدته وأبناء وطنه ممن يتقاسب بكل صراحة ما عندنا نادي عنده مؤسسة خيرية ما عندنا أساطير داروا أموال كثيرة في الجزائر وخارج الجزائر أعطيني اليوم أسطورة جزائرية عندها جمعية عنده جمعية خيرية يتكفل باليتامة وقفة رمضان على بل يش تقولون ناديكا كاللي دي الخير في السراء لا لا ليكون أسطورة وشخصية من يحي يشوفوه من يحي يقدم لهذا الوطن أنا أتفق معك كمال كفيته ووفيت كلام في الصميم كلام حقيقة يجب أن تأخذها أم تتركها ولكن تبقى حقيقة بارك الله في كمال طليت على قلوبنا قاعدة جبلة ربي قاعدة من يخبوه كيف كيف اليوم حسنا أم أبينا عندنا التقافة الآنانية عطيني أنا 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 لا يوجد من يفكر في المصلحة العامة الرجل هذا لأنه زكي على الله أحده ساعده وقلتها لك في هذا المنبر ساعده يعني الحراكة كمال حراكة وساعدهم الناس ما على بالهم صحنا هذا الأمور حنا ما نقولوش لي يدير الخير في السطرة مليح صح بصحكي تكون نجم وشخصية وتكون شخصية وعندك جمهور مليح كي توري الأسوال حسنة مليح كي توريها للناس باش الناس تبعك وتدير الخير كيمانتا من هذا البعض من هذا البعض فقط أنا لست أفتي لست مفتي ولكن اليوم كمال حبيت نركز على كلامك في دقيقتين تفضل اليوم من الجانب الإنساني والأخلاقي وكل شيء أراني معاك مئة بالمئة خلاص تكلمنا عليه هل يوجد لاعبين طلبوا يعني ديمورسو التيران باش يديروا كما دار صاديو ماني كما دار خالدو كوني بالي كما داروا لاعبين في إفريقيا وكونوا يا ناس وصلاح وصلاح كونوا في مدينتهم على الأقل مراكز تكوين للشباب وخلقوا ملعبين في مصر في مطر تأصالح ملجأ تأصالح تأيتان تأصالح تعمل سنين محمد صالح مساجد تعمل محمد صالح شوف الناس كيف تفكر شوفوا الناس كيف تنفيس في بوليبيت تحا احنا ما نرزمو كما قال مؤمن إيقويز الإيقويز بكثنا احنا لازم يكونوا في كيب ناصونال لازم دي ماناجر جنيرال لازم نطلهم الليبوست لازم نطلهم السبونسور لازم يبقى هم الكل في الكل لا يا أخي تأتاني مد لجزائر تأتاني مد أنا أتحدد لي لديهم أمور كبيرة مايش حدي تعلقاتي حسن بن عمر وسكين قيسو قيس حالو ونحن دائما كمال فيما نبارك هذا دفعت على العديد من اللاعبين الذين ليسوا في وضعية الأخ بن عمر الحمد لله لابس عليه روي خدمه وينشط باقتصار كاين اللي دفعت عليهم من تا من جبتش الأسماوات باش مانا نجرحوش كاين ناس دافعت عليهم ودفعوا عليهم الإخوة في عدة مرات لكن علاش كما قلت انت علاش غير آراء غير آراء وش مديت انت البلادك باش تستنى هي تمدلك جيت علاش تدي سوسيال وانت يا تخلص عندك بايت واحد ما ليشريك ولا سوسيال واحدة ولا سوسيال واحدة متلا 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 سيد ذكري كل صراحة أوليات قادية كل عمل خيري فهو خير عمل خيري فهو خير وكل هذا يعود ثاني إلى عقيدة الإنسان إلى تربية الإنسان إلى خلاق الإنسان أنا نظن لما كنا احنا هذا العمل هذا نقوم بها أنا قمت به شخصيا في كل الأندية وهذا العمل هذا كنا نقوم به في سطيف تقريب لنا زيارات أسبوعية فرق الوحيد عندوا دلاك يوتيوب كنت عندهم كنت تقريب أسبوعية هذه السنة وجدتها في سطيف كنت والحمد لله وصلنا على ذلك المنوال حتى أننا يعني خلقنا يعني صندوق خاص بهذه الأشياء وحتى العقوبات كانت العقوبات المادية بالنسبة للعبين كانت لربما تذهب للإدارة وتذهب للفريق أنا جعلت هذه هذه العقوبات الفنية المادية التي أفرضها أنا كمدرب اللعبين هذه الأموال راحت للصندوق الخيري ومشأت لجمعية الخيرية المتوجدة في سطيف هذا العمل قمت به حتى في سعودية موجود قمنا به في سعودية ونفس العملية اللي قمت بها في سطيف قمت به في سعودية هذا العمل الخيري يرجع للإنسان ويرجع لطبيعة الإنسان ويرجع لأخلاق الإنسان وتربية الإنسان نذكر أيضا رياض محرس أيضا بنا مسجدا حتى أيضا ناطيري كل يدي حقيا حقا حسن بن أمار تكف المليح تأذر المليح وجمل بن عمري عاون ولا دحمته بارك الله فيك نس شهد عليك لزوجه وكل واحد تشترله جسد حاجة مليحة كان مبادرة فرضية بصح مبادرة مليحة إن شاء الله كما يقولون الناس تدير الخير كما نقولون نحن نحن حاجة القليلة اللي عدنا نحن نزل سنجوار تحال الحراش بصور سنجوارنا جمعية قدامة لعبيت تحال الحراش كما يقولون ندير الخير نتفكرون نزل سنجوار بشيغل في فوتبال نمد مدينة الحراش كما يقول لك كرمنا ذكرنا وقل في واحد الكاتس وقل في فوتبول وفي التعليم وقل في البلادية من بينهم كما زمين نصر نصر راتني ربي رحمه صحب الله ربي رحمه خلال نصر ما يقولك بلو بل اللي عدنا نشطون عاونوا الناس قفة رمضان لحاجة ننجموه لها كالناس يعاونونا فاهمني كيف باش كما يقول لك ما من الحراش ما تموت الاسم تعالى الحراش ما يموت الله صلى الله عليه وسلم اللي أنا ديرينا وان شاء الله تدوم والناس تعاوننا حسن بن عمر جمية قدامة لايبي تحاد الحراش نذكر فيها لايبي قدامة وفيها الناس زوولة الناس ما عندنش الأموال سوفان بوطيبة كامل بن عينستي عسن بن عمر ربما الميسور لله يبارك ما يقول لك واقفة يا دينا الجماعة واحد صالح بوغرا نحاول بالمناسبة بعد ذلك لاعبين ميسوري الحال ولكن ما زل يفكروا في الأعمال الخيرية وهذه الأشياء تحسب عليكم اليوم عندكم ماجلة اليوم هاد لعبي قدامة تحت الحراش ونمتدوا الاسمبل لزنطر كلوب لزنسيان تعليق كلوب بسيو كان مميل لزنسيان جوار بارتو اليوم هاد المجليرة الشهرية حسن نوتوري هنا المباشر لا يجازيك هذه الأخرى ها صحيت لو قرب بالكاميرا من فضلك ايطو قرب بالكاميرا ها هي كاميرا لتعك حسن ها خليها خليها حسن دوكي قرب فيها ايطو بارك الله فيك حكدك افتحها حسن ها صحيت ها هي شهرية حسن شهريا كان كما هنا يقرب من راتني نصر الدين لا رحمه نصر الدين راتني وبركاوي جافوه حمزة بركاوي حمزة بركاوي سامين كذلك طايا رحمه نكرمناه وكان هنا يخدمي تاعة البلدية اللي نصطف في العالم نكرمناهم وكان درالي يقروا القرآن بارك الله كرموهم بشي بلو بل لعدنا مكان الناس يعونونا كان الناس يعونونا صافي فليزي إذن كما لنا استنتج من كلامه من كلام أنه هذه الجمعيات موجودة هذه الجمعيات الخيرية موجودة ولقدماء اللاعبين موجودين موجودين في الولايات لكن يبقى يبقى أنتم كصحفيين صحيح ترويج لها أنكم اظهروا هذه الأشياء لأننا شخصين قدماء اللاعبين مولدية باتنا وشباب باتنا يوم الجمعية واحدة قاموا بعدة شريحة من هذا الجنب ولكن لا تكلم عليهم لا وسيلة إعلام ولا شيء إذن الصحافة تقبل الانتقاد نتعرج على هذه الشريحة من المجتمع نتكلمت على الأساطير على الجوار لله يبارك طب بارك الله ما شاء الله داروا اسم وداروا مال وداروا أموال صحيح لابرتي قال أسطورة الفلانية عندوا جمعية خيرية يا ناس بانا نبدلوا فيكم ونسبوا فيكم نو رأنا نقولوا مدوا لهذا البلد هذا البلد مدت لكم يا سبحان الله لا نبقوا غير آرة كلمة آرة مو من تقاسي مجلة للاعب قدامة تعطي حد الحراش صحيح يا أخويا العزيز أنا دائما دائما أقول محاربة النسيان هذه طريقة من طرق محاربة النسيان سي ذكري أليس كذلك استذكرنا بعد اللاعبين مقبلنا مع الشيخ ذكري ستان بريزير يعرف فتار يعرفهم شراغ يعرفهم كامل اليوم محاربة النسيان كيف أنت أو لنساتك أو لنساوك في الإعلام لما تكرم هذا الناس في حونتك في الحراش في ناديك مش الناس صغر هاده جديد رح يتعلموا أنه كان فيه فريق فاز ببطولة وعنده لعبين كبار صح ولا لا يا شيخ ماشي تستنى غير آراء ديرولي وجيبولي مستحيل يا أستاذ جيد اليوم رأنا في وقت الديجيطال هادي هادي لو كان يسيرها في الديجيطال يقول لي بن عمر يقول لي حراب بين ذكرهم مقاع جف جاف جامل إنحييه كذلك جامل جف جاف لو كان تقول لواحد أنت في الحراش جديد تقولوا جامل جف جاف كان مير نمير ويت خمسة وثماني لو ستة وثماني ما يا منك صح من ثمانيينات من ثمانيينات من ثمانيينات ونذكر فقط بو منتقصي أنا حاوتت باشي يكون ضيفي ولكن جامل جف جاف لا جامل جاف يرفض يرفض أنه يتحدث وإن شاء الله في يوم بالأيام وإن شاء الله يكون ضيفي وإن شاء الله يتوصلنا وإن جوار آرتيست نحبوه ونأزوه ونقدره سأنا وديتي حاد الحراش سأنا ودي حسن بن عمر لكن قبل العودة لسيد ذكري حسن بن عمر ووديت الحراش أي صعباء اليوم الحال الشارع عمون قسم خلينا نقوله الشارع عمون قسم اليوم الأمور ريغة واضحة نذكر بلدية حراش مدت مليار و 500 للفريق الأمين أجل بداية الموسم رئيس المشتعب البلدي الحراش كل أعضاء نحيوا من هذه المناسبة تكلمت مع مقور مصطفى قليل بغياري سابا كم يقولون الحراشة في لنطن ملي تقسمت ماشي هاد الأعمول نقسم معهم طبي عنده واحد دي زن أملي الحراش تقسمت والحراش رايضون لفلو ما كان حتى حجبين لفريزيدون رايزيدون رايزيدون في فرنسا ليكيب هادي رايز آماتير رايزيدون فاهمني تفضل في الحسن ما فاهمنش كون رايز يحكم رايزيدون هذا يا دوكل الناس ديجا بدات بدات جيب لجوار لجوار الليبيري ما بانوش كون يتلقوهم ما بانوش واشي جيبو لفريزيدون في فرنسا اسك دوك سياسة هم اللي رام ماجوريتا هم اللي اللي هم يحكموا في الفارق باشي عارفو وشي بدو يخدمو ويعارفو وشي ديرو بريزيدون هذا في فرنسا ما فامنش واش كايين عمر قانوني أنا ما فامنش في القانون ما بانوش رحصاري اكفامن يجبو كايين دي سيبورتون يقول نجيبو 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 كيف فعل عمر قانون كيف فعل جيبو هل سيكون موبر صحي هل سيكون في سياسة نجم نستف نجم نجيب أمور صعبة نجم واحد يخمم ويخدم براثو إلا باشي نجم نجم يجبو نجم أن يقلع موبر يجبون اتشاهد اتشاهد يجبو حرف نجم تتشاهد كيف نجم لابن هل سيكون و واجدين. مش يخلو الله دين هرمينو ثم بعد نبدو هدايا. وواحد جيب على تحاوز ويقول كلامها على ما تنتشل بيراسن على البكري. فهمت كيف كان دي جوار يدوم لزي كيف. لازم من دوك من دوك واحد يبدو يخدم. نصيحة كامل مهدي العبد الضائف لجمهور اتحاد الحراش ولأسرة اتحاد الحراش. يكون تجمع أو توحد الفرقاء. نتمنى لزنسي جوار جمعة قدامة لعب اتحاد الحراش. مانع الآيب. الزنسيين ديري جونة العراش لسي بورتيو. لخيرتهم. ناس في المستوى والله يبارك. ناس طبارك الله. ما شاء الله عندهم من قابلية من الجمهور الحراشي أبطال أولمبيدة. مدينة الحراش على شكل تأمر. بني خلف كل أبطال مدينة الحراش. وكل موائب بيض اتحاد الحراش تتلقوا في طاولة واعدة مع المسؤول الأول والي المتدى بالمقاطعة لإدارة الحراشية دهينة. ورئيس المجلس شأبي البلدي. وإن شاء الله إيجاد حل لهذا الفريق. لأنه لو تبقى هذه المشاكل الفريق يتحاد الحراش. سيغيب عن خارطة كورة القدم الجزائرية. مثل ما حادث لنادى وديكابيرا. سننقل نهاية 87 حصل من عمر. ولكن قبل هذا سيد نوردينسكري. تجربتك في البطولة السعودية. مع فريق الرائد على ما أظن. نعم. كيفاش تقيمها؟ كيفاش كانت؟ والله كانت بداية مع فريق الرائد. هذه كانت 2013 كانت بداية جيدة. ظليت سنة كاملة مع هذا الفريق هذا ومن بعد عدت في 2019 إلى نادي الفيحة. وكانت كذلك إنقاذ من السقوط. كانت تجربة مميزة جدا. وتجربة على خيرها معظمك. كان كان لي تحدي كبير. كان لي تحدي كبير. هو إنقاذ الفريق. وفي نفس الوقت صنع مشروع ثلاث سنوات لهذا الفريق. يبقى في الدور الممتاز. والفريق هذا رهه في الدور الممتاز للسنة الرابعة على التواري. الله يبرك. إذن كل شيء كان ناجح كل شيء كان جميل. هناك تختلف تماما. الدور السعودي يختلف تماما عن الدور. هناك القوانين واضحة. هناك كل شيء واضح. هناك أرجو الشهرية في وقتها كل شيء. هناك احتراف حقيقي. الدولة هي التي تتكفل بكل هذه الأشياء. أنا أعتقد أن الحراش من الجزائر الحراش بل فريق جزائري. فبعض الأندية جاتها شركات. بعض الأندية جاتها شركات. وبعض الأندية الأخرى. برغم أنها أندية تاريخية وأندية لها جماهير ولها كل شيء. من يراعي هذه الأندية؟ من ينظر لهذه الأرد الأندية؟ لماذا؟ يعني مصير هذه الأندية يبقى هكذا غامض ويبقى وتروح هذه الشياء. لأننا نتكلم عن الحراش الذي صناع أمجاد كورت لقدم الجزائرية. تتكلم على وفقص طيف لرهو يعاني اللي هو صناع أمجاد كورت. ولكن جاته مؤسسة مؤخرة. تتكلم على أندية جماهيرية وشعبية والناب مكانا. مولودية وهراد. بالعباس. بالعباس. برج بوهراريش. تقريب ذهبت. إذا كان المشروع الرياضي في الجزائر هو إصلاح رياضي شامل. لابد كل هذه الفرق أن تتميز مثل كل الفرق. عندما يذكر اسمك في حد الفرق الجزائرية ونعود نذكرها. ولذكر الله أحدا. ولكن انت كفاءة أتبت الكفاءة تاك من خلال الشهادات اللي ترجمتها الميدانيا. بشكل كياني عندهم شهادات إلا شهادتك. أو الدار ستاج هنا أو الدار ستاج لهيك أو خلص بدرها. وبصح في الميدان ما كيش عمل. انت أتبت الكفاءة تاك. لماذا رفض اسمك في كل مرة. ولماذا هذه العقابات؟ هل لديك مشكلة مع الصماصرة؟ مشكلة مناجرة. أنا أقول صماصرة. هل لديك مشكلة بسبب صراحتك مع رؤساء النوادي؟ هل المشكلة في شخصك في حد ذاتك؟ كل صراحة سيد نوردينسك. لم تستفيد منك وقت قد من جزائر كل صراحة. هو الله يعلم. أنا لربما أنا لم يعني أنا لما جيت جيت للجزائر وجيت بنيت التعمير في الجزائر. وجيت بنيت العمل وجيت بنيت العمل. وجيت بنيت العمل. لكن شفت مشاكل كثيرة جدا. شفت عواقل يعني عرقيل كثيرة جدا. أنا حاولت أني أني نجاوز هذه العرقيل. حاولت أني نصلح هذه العرقيل. سواء بتصريحاتي. سواء بكلامي. سواء بكل هذه الأشياء. حاولت يعني تمرارك. ورحت من الدوري الجزائري. وعدت مرة أخرى ولنفس الفريق. يعني وفاق سطيف. وتلقيت مشاكل كثيرة وتلقيت. يعني المنظومة الكروية هنا ما هيش. ما هيش. ما هيش. مستعدة أن يجيوا كفاءات عالية. وأنهم تقل. أنه المدرب يجي. خلاص. أنه المدرب يجي يعمل كمدرب صفح. ما هيش قاوم؟. أنتش قاوم سيد نوردي. خلاص. صعب شدا أنك تقاوم. لليوم. لليوم أنا ما. ما ليش رافض أني نرجع لبلادي. ما ليش رافض أني نرجع لجزائر. ولكن نرجع لمشروع كروي. أنا لما تحدثت مع رئيس نادي في الصيفية تحدثت على مشروع كروي كبير. مشروع نادي كبير. اليوم لازم يكون عندك الواقع. تخش الاحترافية الحقيقية. اليوم السوق. السوق. هي التي تحكم. اليوم إذا كانت الأهل المصري اليوم يأخذ رابطة بطولة إفريقيا. وأنت يا شباب الوزداد. ويا مولودية العاصمة. إنت قيمتك السوقية. لا توازي هذه القيمة. هناك قيمة هنا. هناك قيمة هنا. هناك قيمة هنا. اليوم أنتم مستعدين. أنا أعطيك هذه. النبذة أخيرة. أنتم مستعدين تعطيهم مئة وخمسة وعشرين ألف أورو شهريا لمدرب. مميز باش يجيكم ويعملكم هنا. مدرب الأهلي يأخذ هذه. هذا المبلغ. مدرب الترجي التونسي أو مدرب الويداد البيضاوي يأخذ قيمة تقريب نصف هذه القيمة أو تزيد على ذلك. لكن الجزائر يحولوها. الدينار يقول كيف نعطي لهذا الجمهور؟ إذن ما تطمعش في كاس إفريقيا. صعب. وما تطمعش أنك تروح بعيد. تروح بعيد هذا جهود. جهود ناس جهود فرقية. شيئا ما وقع. برافا. ولكن شيخ زكري أتفق معك مئة بالمئة ماذا قلته؟ مشكلة دهنيات. مشكلة دهنيات. مدام نديره. الشونج في رأسناك ينجيبون طلين ربلورو تماما نطوروش. مستحيل. اليوم نتحدث على زكري. زكري يفاس بألقاء في الجزائر. كفاء. شهادة ترجمها في الميدان. أنا أتذكر في 2020 مع ضمك. ضمك كانت قريبا أنا واحد العبد الضعيف. قلت مسكين راح يعد سننه. راح يأكل سننه مئة بالمئة. كانت ساقطة ضمك. حتى لما جابوك قال لهم واحد. اللي يدع قالوا ماذا راح يسلكها. الإداريين نفسها ما كانوا شيئا. سفيت ولا لا. 2020 تحت. ما زال واحد يا كان يامنه. كمان نجحها. صح في الجزائر. نجح. نجح تبعني ملاح. حاربوا نجح حتى خرجوه فاشل. صح ربي. كينا جيستيس ديفين. راح يخدم في السعودية يخدم. وين يحب. يخدم وين يحب. هناك من علاق على صفقة ربما لمنتخب عربي. والله يغفر للناس هذا. للأسف نقول مومن. مومن. نقول للأسف عندما نحول أو يتحول زبدة المجتمع أو خيرة المجتمع أو نخبط المجتمع. نحولهم لمجانين ونحملهم لا شيء في هذا الغلد. فقر على الدنيا السلام. لأنه الأمر للمشكلة اليوم. الكفاءات سنجعلهم هذه الإشاءات. قال هذا ضربك. هذا تعمى شاكل. هذا لا يريد أن يدرب. لدينا مدربين. لدينا لهم السيرة الداتية. وبعتناهم البطولات أخرى. البطولات أجنبية. من خلال أنديا عريقة. بكل صراحة. سيد زكري. هل كانت اتصالات مع أنديا جزائرية حاليا هذا من الجهة؟ وماذا هو الفريق؟ لماذا تخرجوك من الباب الضيق؟ رغم ما قدمته من نتائج فنية وطاكتيكية؟ خرجت من الباب الضيق في الفلندية للثنين. لأنه أنا تركت ستيف في رابطة الأبطال لإفريقيا. خرجت من هذا الباب. أنا فرجت بكاسكو شمال إفريقيا مع سفاقش. وكانت هذه الآخر مباراتي في الجزائر. كان هناك اتفاق على أعلى مستوى أن هذا السيد لا يزيدش دقيقة في الجزائر. بالأعلى مستوى؟ نعم على مستوى. أن هذا السيد لا يزيدش دقيقة في الجزائر. هل النتائج الفنية التي أبعدتني عن الكرة الجزائرية؟ أو لم تكن نتائج الفنية؟ كانت أشياء أخرى. للأسف الشديد. اليوم. لهذه الدرجات تتزعج. أين تركت مولودية العاصمة؟ أين تركتها؟ في رابطة الأبطال الإفريقية تلعب مع الطرشي التونسي. نتذكر. نتذكر. صحيح؟ نتذكر. وقفوني هنا. ونفس الأشخاص. وبنفس الشيء. سمع. هل لديك اتصالاتي يا زكري؟ بعض الاتصالات مع بعض الوكالة. لكن ليست تصمية. أنا قلت لك لا أعارض. أنني أعود لزير بشرط أن لا نبريكوليش. وهذا تصير الداتية لك المدير الفنية لإشرف على المتخب محلي. لا لا أبدا. تصلوا بك مثلا؟ لا أبدا. مستحيل. لو يعرض عليك هل ستقبل بالمهمة؟ الله يعلم. هذه لكل مقام مقال. لكل مقام مقال. إلى حسن بن أمار. إلى نهاية 87. أنا دك حسن بن أمار. كان من بين أحسن عناصر أو أحسن عنصر في تلك المباراة. في مباراة كبيرة ضد الشباب برج ملعين. بأرمضة من اللائبين المتميزين. عبدالقادر شنوني الأستاذ. والمؤلق الفد. هو الذي كان مؤلقا على تلك المباراة النهائية. إلى ذلك التاريخ. إتحاد الحراش لم يفز بكس الجمهورية منذ 87. نهاية 87. يونطنان جوان بمالة الخمسة جوية. وليسي ويدخل فرحات. ومزياني عبدالقادر. مزياني عبدالقادر من بعيد. هدف ممتاز. رائع. رائع هذه الرمية من مزياني عبدالقادر. مخادعة الحارس من حوالي 30 متر. وصالح كمال كان يظن أن الكرة خرجت. والكرة تدخل في شباك الحارس صالح كمال. وفي زاوية اليمنى. هذا الهدف يذكرنا به هدف اللاعب بيكنباور أمام الحارس ياشين. لاعب بيكنباور أمام الحارس ياشين في سنة 66. مزياني. مزياني. هنا الخطير مزياني والمدان. مزياني في الوسط جميلة بن عمار ينطلق. بن عمار ينطلق على الجهة اليمنى مروغة أولى ثانية وقذفة. كادت هذه الكرة أن تكون خطيرة عن مرمى. قنون. باريس. فرحات. من بعيد فرحات. تبقى من الصور الجميلة. كامل. ومن الذكريات الجميلة. على قيم ومنورهم حسب الأمر. والله يا كامل غير رجعتنا لصغورنا. نحن الحراش نكون قاعد في الحومة. نسمع الحراش في ساك جوية الروح. سواء لعبت مع الفريق المحبب بتاعي. وين سبب الاتحاد الحراش الروحي نشوفهم. لما تشوف أنت. بن عمار 20 نزون. سبعة وتمانية. لونيسي 20 نزون. سبحان الله لونيسي. حكيم الدان شحال. 20 يانو. ترى ما في معدل عمر تعتح هذا الحراش هذا الوقت. هذا كالوقت ليس كالكنف النهائي. الوقت دعمنا مؤمن. وهذا سرقوه يا بارسك. حسن بن عمار. كان فريق قوي جدا. حسن بن عمار. هل هذا احسن ذكره لك؟ بكل صرحة؟ نعم هذا نعم. كان يحب الولايات المتحدة. في عاماً. في عاماً. كان ما يحب الناس. هل نقول هذا الفريق. هل نقول هذا الفريق. فريق في تاريخ القرى الحراشية بكل صرحة؟ لا لا لا. من بين الأحسن؟ من الأحسن؟ ما بين الأحسن؟ كانوا أحسن في هدن لمدة احسن. وكانوا ما فرمي اللقاء. بعدذ في عاماً. من عاماً. وكانوا من الدراسيات. وكانوا لفريق التاريخ. كانوا تطلقوا الناس الناس. كيف يستخدموا تاريخ؟ كي شكرا حرار. تتكلموا لنا؟ كما كان من اللقاء? تتكلمنا لنهاية حسن. قدتت مبارات كبيرة هنا حسن. نعم، كرمه. ما هي السهلة؟ على سيربي؟ لما هل سيربي؟ كما تتحدث عن انها عسلات يوجد فتها لدينا اسمتها معظمنا شخص كيف يسمحك سوكراتس؟ لا انتظرك كيف يتم بإن العديد للحياة؟ صح تتضادة من التالة صح شخص مواصمك في 26 و 26 و 26 عندما أصبحت إلي علىги اطلاء سيكون معي أنا طويل، إنه شاب وكذا سمعوني سوكراتيس وثمانية، كنت أحب سوكراتيس حسن؟ كوني محبشة الجنرازيون بتاع خطر وفندو تاع بريزي كلي سانطان، زيكو، فالكاو، جينيور، تني سانطان، كالبيكات شيء ما التاكتيك مونديال، درشي ما التاكتيك عجبة صحيح شوف الليكيب بريزيل دوتروك وديمون سامشي كيماليكيب بتاع خطر وفندو لمدة طويل نعم، هاتصورة معاشاد يبن جديد، الله عرحمه تلقى مع راية الجمهورية يا حسن، قاتل كامبوس يبن سافي بليزيل تماما مرهانا مع شهد، مع بوتفليق كلي بريزيدون اللي الحقنا بالفوتبول اللي الحقنا لهم باش نصور معهم، والله يرحمهم حسن سافي بليزيل تماما كل توفيق ما تكترين من ختم يا حسن، دي 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 كاصل اعيلا تااكل دي دي كاصل اتمنى نهدي الولادي عندي خمسة دراء، تلتة بنتو رب يحفظهم والزوجة الله يحفظهم ونادي تسمى الناس الذين عاربهم كما قلوا كان لخدر الحفاب تعالى ريطانت لهاشمي فلوريس ونادي دي كاستانيت راشيد راشيد الأوبتيسين هو ولاده محمد مزياني وكما يقول لك البرو التعنا بن عيسى بطيبة عيسى عواشرية الناس الذين رأيتون شط مبارك الله فيك ويعطيكم الصحة وصافي بليزير وكنت مع الشيخ وإحفظهم حسن تتاكي الله فيه مبارك الله فيك شكرا حساب الأمر ونتمتع معك شهادة في النية شهادة في النية مني هذا سوق رتاش لكن ينزيكوا في الملعب اسمهم زياني بقدر يا حسن أصطورة نظر مبارك الله فيك صح هو دي سنوي هذا مزياني هذا مزياني جاء في وقت كين فيه رقم عشرة هذا في الجزائر على غرار الأخضر أخضر باللومي شكرا شكرا سيد زكري كلمة خيتامية بارك الله فيك أنا أتحدث من باب تبريئة ذمة وفقط شكرا ونقول دائما نقول الله ما شهد أني بلقت شكرا ونهديها الصديق العزيز والغالي علي عاد القزيبة اللي جابني هنا عندكم اليوم أنا تستحاول حيب المناسبة هذا الرجل الطيب هذا الرجل الأصيل اللي جانا طبعا رفقته السيد زكري نعم كمال سعدت كثيرا بالتواجد معكم اليوم رفقت خبير زكري واللعب السابق بن عمار بصراحة تشرفت كثيرا بالتواجد معهما فقط أريد أن أذكر الجمهور الرياضي الجزائري أنني أفتخر دائما لما يكون جزائري ينجح خارج الوطن ولن أنسى أخي زكري صرخة المعلق فعلها الجزائري لما حققت ضمان البقاء لضمك وكان شيء مستحيل أريد أن أحيي خويا رضعت بي مناصر الاتحاد واللعب السابق في سيار بي ليخدم في سبيطر وجماعة كامل نحييكم ويعطيك صحة الاستضافة طبعا تعي خصى وليد مرجاوي قتليه من وليد رايسي أمين بيلي لإبن أخته ياسر بمناسبة عيد ميلادي تعي لزاكي ألوس طبعا مخرج هذا العدد مهندس صوت محمد شايب محمد إيطو رفقة أغلاز عبد الغفار إضافة إلى أيوب وأيضا رانيا في سكريبت وكل من سهم معي ووليد مرجاوي طبعا في الإشراف هذا العدد وكل من سهم معي في إنجاح هذا العدد الملتقى يوم الجمعة في عدد سيكون مخصص لنهاء كسر الجمهورية الذي سيرأى بيوم الخميس بينها جمعية شلف والشباب الوزداد والدربي العاصمي الذي نتمنى أن يكون متيرا وكبيرا بين الملودية واتحاد العاصمة ليلة سعيدة أو تحية حرة في الختام لسائد شبلال مراقب عام بثنوية عبان رمضان قلوا مبارك الله فيك شكرا جزيلا ليلة سعيدة في عمل الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا